أتحدى أن يذكر كلمة خطأ فني على ما حدث في مباراة الاتحاد والقادسية كل عضو في الاتحاد الدولي والفيفا أتحدى أن يذكر أن ما حدث في مباراة القادسية والاتحاد أنه خطأ فني لأني أنا أستقيت المعلومة من هؤلاء ليس من جمال الغندور ولا من أي زميل في الاتحاد السعودي إذا ما خذينا أن أراءهم ما تعجب الجميع حتى جمال الغندور لم يذكر مسألة خطأ فني وقال عندنا مباراة في الدولي المصري حدث فيها حدث مبشابة وأعيدت حتى أنا بوضح أكثر ليس بالضرورة أنه لا ينعادل للمباراة اللي فيها خطأ فني إذا ما رأى الاتحاد المحلي أن هناك مباراة حدث فيها خطأ تحكيمي مؤثر ولم تتحقق العدالة منه يحق لها إعادتها أخوي عبد الله هذا لأن الاتحاد هو المنظم يأخي الاتحاد السعودي ممكن بكرة الصباح تصحوا يقول أنا أوقف المسابقة هذا حق له ولا يقدر أحد يصادره هذا عمر لكن أنا كان إجابتي على جزئية معينة ما حدث ليس خطأ فني